السلام عليكم أسعد الله وقاتم الصيد بالعقاب أو كما يسميها البعض النسر من عادات الكزاخيين في دولة منغوليا الصيد بالعقاب وما زالت هذه الهواية موجودة إلى اليوم لأغراض متعددة منهم من يربي العقاب ليصيد ويستفيد والثاني لأجل السياحة وأخذ المال من السياح مقابل التصوير وآخر ليحافظ على هذا التراث عدد المسجلين في مؤسسة العقاب منغوليا 400 صياد يدفعون الضريبة وكل عقاب له اسم ورقم غالب المدربين عنده عقاب أو اثنين وقليل من يزيد العقاب سهر التدريب ويألف المدرب سريعا ولليمساك به عدة طرق الأولى يأخذه صغير من العش ويربيه وهذا يحتاج عناية لأنه لا يعرف أن يصيد والثانية يصيده بشبك أو الفخ وهو كبير ويروضه ويحتاج الصياد تدريب العقاب الصغير اسبوعين والكبير إلى شهرين يلازمه ويتفرغ له ومن وسائل الترويض والتدريب يحرم العقاب الأكل ويجوعه ثم يعطيها اللحم حتى يألفه ويعتاد عليه والعقاب الصغير بالبداية يعطيه لحم وحده ثم لحم مع جلد في إناء ثم يعطيه ميته وفي كل مرة يعطيه اللحم بمسافة أبعد العقاب لا يقترب كثيرا من مدربه في الصيف لأنه يكون شبعان فالمدرب يكثر له اللحم في فترة تبديل الريش وإذا لم يأكل جيدا لن يتجدد الريش بشكل كامل وهذا يؤدي لمرض العقاب يأكل عقاب يوميا نصف كيلو نصف كيلو لحم وربما يعطيه المدرب ميته وفي الشتاء يقلل له الأكل حتى يجوع ويصطاد ويقدم له اللحم بطريقة مختلفة يضع اللحم في الماء حتى تقل جودته فلا يسمن ولا يشبع لكي يصيد وغالب العقاب يكفي نفسه فيصل الشتاء من صيده في بداية تدريب على الصيد يطلق العقاب على ثعلب مربوط الفم ليعتاد ومن وسائل تدريب العقاب على الثبات على يد الصياد يغطي عينيه ويضعه على حبل بين عمودي حتى يتعلم التوازن والثبات موسم الصيد في الشتاء بعد نزول الثلج من شهر عشرة إلى ثنين ميلادي في هذا الوقت يكون فرو الثعلب جميل جدا يصيد بالعقاب الثعلب والذئاب للاستفادة من الفرو فهم يصيدون ليلبسوا ويبيعوا ليس ليأكلوا لأن اللحم عندهم كثيرة جدا وحيانا يصيد الأرانب أو حيوانات أخرى ليأكلها العقاب وإذا خرج الصياد للصيد يكون على حصان والعقاب على يده مغطى العينين وهو ثقيل لا بد أن يكون الصياد بصحة جيدة ومنهم من يضع خشبة على الحصان يتكى عليها ولا بد للصياد إذا خرج أن يكون معه أحد يصدر أصوات تخرج الثعلب من جحورها يطلق الصياد العقاب على الفريسة ويتبعه على الحصان فإذا لم يستطع صيد الفريسة يعطي الصياد عقاب لحم وإذا صادها أعطاه لحم وأخذ الثعلب من تحته أو الفريسة العقاب الجيد يصيد إلى عمر ثمان سنوات وبعد سنوات يطلقه الصياد ليعيش ويتكاثر ويفضل دائما الصياد العقاب الأنثى لأنها تصيد وتنتج قيمة العقاب الغير مدرب تقريبا ألف ريال وغالبا يبدل بحصان وسعر العقاب المدرب أغلى لا يشترط أن يكون الصياد هو نفسه المدرب قد يأخذ الشخص عقاب مدرب ويصيد به ومن العادات المتعارفة عليها أن يقسم الصيد بين الصياد ومنعه كما يعطون من يقابلون